الدولة المدنية الدولة المفروض يتقبلوا عادات وتقاليد وأفكار الناس التانيين ويحترموا اختلافهم ومن مبادئ الدولة المدنية كمان أنه يكون في ثقة بين الناس بين بعضهم وبين المؤسسات بين بعضها وبين المؤسسات والناس وهي الثقة بتكون مبنية على قوة القانون وأنه القانون فوق الجميع وهو اللي بيحمي كل المواطنين من بعضهم البعض ومن بطش المؤسسات والدولة كمان وهذا المبدأ اسمه مبدأ سيادة القانون ومن أهم المبادئ بالدولة المدنية هو المواطنة يعني الكل هنن أبناء البلد قلن حقوق واجبات والدولة ملزمة باحترامها وحمايتها لأنه الدولة هي اللي بتحقق القانون وبتمنع الأطراف الثانية من أنه يعملوا الشو ما بدهن حتى لو كان بخالف القانون ومن شان هيك ضرورة تكون الدولة حيادية ومانا قريبة لحزب محدد أو عيلة أو دين أو طائفة أو قومية ومن مبادئ الدولة المدنية أنه ما بيصير يختلط الدين مع السياسة يعني رجال الدين ما بيدخلوا بعمل السياسيين والسياسيين كمان ما بيستغلوا الدين لأي مصلحة من مصالحهم بس هذا ما بيعني أنه الدولة المدنية بتعادي الدين أو بترفضه هي بس ضد استخدام الدين لتحقيق أهداف سياسية لأنه هاد بيتعارض مع مبدأ التعددية اللي بتقوم عليها الدولة المدنية وأهم ركيزة بالدولة المدنية هي مبدأ الديمقراطية واللي بتمنع أي فرد أو عيلة أو حزب من أنه يسرق الدولة بالغصب وتصير البلد بإسمه وبالنتيجة البلد هي لكل الناس يلي فيها وضروري ننتبه ما حدا يسرقها مرة تانية لا بإسم الدين أو العشيرة ولا بأي شيء تاني ما بيتفقوا عليه أهل البلد وضروري نعرف شو هي الدولة المدنية من تجارب الدول المدنية مو من عالم ممكن ما يكونوا بيعرفوا شو يعني أنواع الدولة